بلد الآن بس نتحدث من أن الغارة الأخيرة الإسرائيلية لم تفتح غارة بعد غارة فتح إيران أوصلت رسالة لإسرائيل طالب الجيش الإسرائيلي السكان في فتح قال حزو الله اللبناني إن الجيش الإسرائيلي اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أربعة نتنياهو لضرب منشآت إيران النووية طالب بيئتنا مستمرة حول أبرز المستجدات في لبنان أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التغطية الخاصة بالحرب على لبنان والمنطقة أعلنت إسرائيل أن سلاح الجو هاجم اليوم مقار لحزب الله في العاصمة النبنانية بيروت وزعم المتحدث باسم الجيش أفخاي أدروعي أن جيش الدفاع هاجم مقر قيادة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله وورشة إنتاج أسلحة تحت الأرض في بيروت وفق الدعائه قالت وكالة الأنباء اللبنانية بأن بلدة الضغير الحدودية جنوب لبنان شهدت محاولة تواغل إسرائيلية وأضافت الوكالة بأن ذلك تزامن مع قصف ندفعي على أطراف البلدة واشتباكات مع عناصر لحزب الله وأفدت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي حاول التوغل واندلعت اشتباكات عنيفة مع عناصر من حزب الله في المنطقة نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إن حزب الله يحتفظ بمقاتلي وحدة الرضوان لمهام الدفاع وأضف المصدر ذاته أنه ما تزال لدى حزب الله قدرات في العمق لم يستخدمها حتى الآن كما أشار المصدر إلى أنه لن يكون هناك تقدم في المفاوضات مفاوضات الرهائن قبل الانتهاء من الرد على إيران قالت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أربعة مدنيين قتلوا وعصيب آخرون في غارة إسرائيلية على حي كسار زعتر بالنبطية جنوب لبنان وأضفت الوكالة أن قوة إسرائيلية فجرت حي الطراش في بلدة ميس الجبل جنوب البلاد بعد تلغيمه بمواد شديدة الانفجار كما جرفت مقبرة بليدة بقضاء مرجعيون جنوب لبنان وينضم إلينا أحمد القصير مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من جنوب لبنان مرحبا بك معنا أحمد مل تفاصيل الجديدة اليوم بعد الغارات التي حدثت بالأمس على عدة مناطق في الجنوب جنوب الضاحية كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية اليوم كيف هي الصورة وما هي أبرز المناطق المستهدفة؟ مساء الخير بما طبعا أكثر من 35 بلدة البارحة بلدة النبعية البارحة كانت فقط تعرضت للقصة المدفعي ولغارات الطيران الحرب الإسرائيلي التي أقارت بصواريخ موجهة على هذه البلدات وآخرها كان مع ساعات الصباح الضاحية الجنوبية التي تعرضت عند الساعة القمسة فجرا لما يقارب ثلاثة غارات جوية إضافة إلى أنه كان هناك غارات على النبطية وما حولها التي استهدفت بسبب غارات إسرائيلية في تلك المنطقة طبعا أيضا كان هناك ليلة بارحة غارات على بعض ملاطق البقاع الشمالي طبعا هذه الغارات هناك أيضا ليلة البارحة وليل الأيام الماضية كان قد سمع أصوات إطلاق رصاص من رشاشات سقيلة تدل على عدة اشتباكات هناك ثلاث محاور يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل عبرهم إلى الأراضي اللبنانية امتداء من شبعة في أقصى القطاع الشرقي وانتقالا إلى عيد الشعب في القطاع الأوسط وانتقالا إلى القطاع الغربي نائما ما يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل من هذه المناطق ويصطدم أحيانا بمعارك مع حزب الله في تلك النقاط إضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد توغل من المناطق مثل بيس الجبل وبليدة والتي قام بتفجيرات فيها والتي كلها قد تحدثنا فيها النشرات البارحة وهو البارحة أنه رصدنا أثناء تواجدنا هنا عدة تفجيرات لعدة منازل نتيجة الأدخنة المتصاعدة وتحديدا أن منطقة الإخيام البارحة كانت قد تعرضت لقصف عني إما عبر القصف المدفعي وأيضا عبر أيضا الطيران المسيارة في المقابل كان هناك عدة رشقات صاروخية منذ ساعات الليلة الأولى وحتى ساعات الصباح الباكر من قبل حزب الله باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة طبعا هذه البيانات التي وصلت حتى 13 أيام حتى اللحظة من قبل حزب الله قال فيها أنه استهدف مقار ألوية وتجمعات لجنون وعدة بيانات أخرى كانت استهدفت منظومات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الواقع في الجنوب اللبناني الذي تواجد فيه الآن هنا طبعا تكون هناك بعض ساعات الهدوء ومن ثم تعود الإشتباكات إما عبر الصواريق أو عبر الطيران إضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد استخدم البارحة على كفر حمام القزائف الفلسطينية وعلى كفر الشوبة للكفر الشوبة استخدم عدة قزائف الفلسطينية التي استخدمت فيها هذه التدالة التي خلبيه وأيضا كان ليل الخيام هو الأصعب البارحة نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي تركز عليه حتى ساعات متأخرة من ليل البارحة التركز الغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي أحمد هل يقتصر فقط على مناطق تابعة للحزب أم القصف يتم بشكل عشوائي على مناطق متفرقة؟ طبعا القصف لا يكون بشكل عشوائي دائما لكن هناك قصف عشوائي يطالع من المناطق وهذا ما يرجع سبب المجازر التي تحصل في المناطق الباقية في لبنان إن كان في جنوب اللبنان أو في البقاع الغربي ومن ثم البقاع الشمالي وهذا ما حصل البارحة في بلدة سحمر البقائية في البقاع الغربي التي وقع فيها مجزرة وقبلها بأيام وقعت مجزرة أخرى في النبطية كان قد ذهب ضحيتها رئيس بلد النبطية وفي سحمر ذهب ضحيتها رئيس بلدية سحمر دائما القصف عندما يكون هناك تحذيرات من قبل الجيش الإسرائيلي تكون هذه التحذيرات قبل عشر دقائق أو خمس دقائق لا يتسنى للموجودين الابتعاد عن المناطق التي يحذر منها الجيش الإسرائيلي أيضا التحذيرات تكون أنه يجب عليك الابتعاد خمسمائة متر أو ألف متر وأحيانا تكون شدة الانفجارات الموجودة في المكان المستهدف تطال أكثر من هذه المسألة عندما يؤدي إلى إصابات عدة في ظل وقت طبي سيء تحديدا في الجنوب وفي بعض المناطق وفي ظل تحديدات مستمرة من إسرائيل للطواقم الطبية بحجة أن حزب الله يستخدم سياراتهم وهذا يعرض الطواقم الطبية دائما والدفاع المدني لخطر شديد أثناء تنفيذ مهامهم طيب أحمد كان هناك تصريحات إسرائيلية بعد قصف موقع بن يمينة لواء جولاني وبعد استهداف منزل نتنياهو وتواعد بأن هناك مفاجآت ستنتظر الحزب ما هي أبرز التحضيرات ربما أو الردود على هذه التهديدات من قبل إسرائيل؟ طبعا التهديدات الإسرائيلية كثيرة والغارات الإسرائيلية كثيرة لا تتوقف وآخرها كان عبد كما ذكرت لك صباحا في الضحيف بيروت الجنوبية وهذه الغارات الضحيف بيروت الجنوبية قال الجيش الإسرائيلي أنها استثدفت ورشة تصنيع أسلحة لحزب الله واستهدفت القرن الاستقبارات العام لحزب الله إضافة إلى عمليات اغتيال حصلت كان هناك قبل أول البارحة هناك عملية اغتيال في شقة في منطقة الشتورة في البقاء إضافة إلى عملية اغتيال حصلت في جوليا لمسؤول عن الانتصالات اللاسلكية في حزب الله والذوجته والتي استنكرتها إيران فيما بعد وأيضاً كان هناك أيضاً استهداف لأيضاً مسؤول تصنيع الأسلحة في حزب الله كما ذكر الجيش الإسرائيلي فهذه العمليات هي عمليات مستمرة في ظل المواجهات من حزب الله وتصدي لمحاولة التواغل في بعدة بلدات لكن العدوان الإسرائيلية التي يدخل عليها يحاول تفجير عدد من المنازل فيها وهذا ما رصد الله أحياناً فيها المناطق المتواجدين فيها نحن نتيجة الأدخرة المتصاعدة بعض المناطق التي تعتبر سقطت قليلاً عسكرياً ولم تسقط بيد الإسرائيليين لأن الإسرائيليين يتقدمون وثم يتراجعون وأحياناً يقعوا في كماء يقوم بنصبها حزب الله لكن هناك عدة تفجيرات لعدة منازل والدمار كان قد شمل أغلب البلدات الحدودية تحت بلدات الخط الأزرق التي تعرضت لقصف مدفعي مكسف منذ الثامن من أكتوبر العام الماضي وحتى اللحظة شكراً جزيلاً لك أحمد القصير مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من جنوب لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم نحو مائة وخمسة وسبعين هدفاً في غزة ولبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأضف في بيان أن قواتها جمت خمسة وستين عنصراً لحزب الله في جنوب لبنان واستهدفت عشرات الأهداف بما في ذلك خلايا ومنصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل ومباني عسكرية نقلت صحيفة هائتس عن مسؤول إسرائيلي كبير أن وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين سيصل إلى المنطقة الأسبوع الجاري في محاولة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين وضف المسؤول أن زيارة بلينكين للمنطقة هي محاولة يائسة لخلق نوع من التحرك الدبلوماسي مشيراً إلى أن مسؤولون بإدارة بايدن يخشون من أن فرص التوقيع على اتفاق لوقف الحرب وإعادة المختطفين تبقى منخفضة رغم مقتل يحيى السنوار قال وزير الخارجي الإيراني عباس عرقجي أن أي هجوم على بلاده يعتبر تخطياً للخطوط الحمراء ولن يبقى من دون رد موضحاً أن طهران حددت جميع الأهداف الإسرائيلية وستستهدفها وفق القصف الإسرائيلي للأهداف الإيرانية أضف الوزير الإيراني خلال مقابلة صحفية أو أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيواجه بهجوم مماثل وستتلقى إسرائيل رداً متناسباً مع أي هجوم مشيراً إلى أن طهران لم تهاجم المنشآت الاقتصادية والمدنية الإسرائيلية واستهدفت فقط الأهداف العسكرية ذكرت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن تحقق في تسريب لوثائق سرية تقيم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران أضفت الوكالة بأن التحقيق يفحص ما إذا كان تسريب الوثائق متعمداً أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى مثل الاختراق وتشير الوثائق إلى أن إسرائيل مستمرة في نقل تجهيزات عسكرية من أجل هجوم على إيران رداً على هجومها الصاروخي الباليستي المكثف الذي وقع في أول هذا الشهر ونشرت الوثائق التي تحمل علامة سري للغاية على الإنترنت عبر تطبيق تيليجرام وكانت شبكة سي إن إن وموقع أكسيوس الإخباري أول من تطرق إلى واقعة التسريب وينضم إلينا هشام ديبسي مدير مركز تطوير للدراسات من بيروت وأيضاً أرحب بضيف المحامي والمحلل السياسي أمين بشير من بيروت أيضاً مرحباً بكما سأبدأ معك سيد هشام سأبدأ من آخر التصريحات للإسرائيلية فيما يتعلق بالرد والمفاجآت المنتظرة للحزب بعد هذه الاختراقات بعد ضربة جولاني لواء جولاني وبعد محاولة استهداف منزل نتنياهو وتواعد إسرائيل بالرد والمفاجآت المنتظرة كيف يمكن انقراءة هذه التصريحات؟ أولاً تحية لكم وللمشاهدين الكرام الحقيقة هذه التصريحات أعتقد أنها تدخل حالة الصراع الإسرائيلي مع الحالة الفلسطينية واللبنانية إلى مستوى مختلف عما سبق في المرحلة السابقة لأن الوصول إلى تحدي قيال رئيس الوزراء الإسرائيلي هو تصعيد له رمزيته هو تصعيد له أبعاده في الحرب الإيرانية الإسرائيلية بعد أن أصبح المستشارين الإيرانيين هم الذين يديرون المعركة في لبنان بواسطة حزب الله وهذا يستبعي بالتأكيد يعني ردود أفعال قد تكون أكثر عنفاً وأكثر ضراوة مما نشهده بشكل يومي على مواقع حزب الله وعلى بنيته التحتية وعلى كامل المنشآت المدنية اللبنانية التي تدفع أثماناً ضاهظة في هذه المعركة أعتقد أن نتنياهو الآن يربط ما بين يعني هدفه السياسي العام الذي يذهب إلى تغيير معادلات الداخلية في لبنان ومعادلات الشرق الأوسط برمته مع استعمال المطرقة العسكرية الإسرائيلية المدعومة أمريكياً دعماً مطلقاً لإنجاز هذه الأهداة وتحت هذا الهدف نلاحظ أيضاً أن المجزرة التي حصلت في مخيم جباليا أصبحت مجزرة تمر من دون توقف أمانها خاصة وأن ما أكثر من نصف مليون فلسطيني يعانون الجوع والعطش والمرض في مدينة غزة والمخيمات المحيطة بها ولذلك أعتقد أننا سندخل مرحلة من العنف الوحشي الأكثر جذرية في هذا الصراع عندما يقترن الهجوم الإسرائيلي على قواعد حزب الله في لبنان مع الهجوم الإسرائيلي الانتقامي على مراكز محددة بطهران يتحدثون عنها يومياً في الآلام وهذا ما يجعل المخاطر الآن السياسية والعسكرية والمدنية مخاطر عالية جداً سأنتقل إليك سيد أميم فيما يتعلق بالتحقيقات التي فتحت بالأمس حول مسألة عدم تفعيل صافرات الإنذار ولكن بتقديرك هذه عملية فتح التحقيقات هل هي عمليات شكلية تتم فقط للإعلام؟ فقط للاستهلاك الإعلامي أم ماذا؟ ما الأهداف منها؟ مساء الخير سيدتي الكريمة إليك وضيفك الكريم والمشاهدين ربما أنا من أنصار لا أقول المؤامرة ولكن أقول ربما الأفلام الهوليودية التي تقوم بها إسرائيل وربما أنا أذهب أكثر من هذا عندما تحدثت عن عمليات طفان الأقصى وبدايتها وهذا الفيلم الهوليودي التي فجأة توقفت كل الأنظمة المراقبة وكل التطور التكنولوجي الذي رأيناه في الحرب ولكن لم نرى منذ بدء الحرب عندما هجمت حماس على غلاف غزة لذلك أنا أضع كل هذا حتى المسيرة التي تناولت منزل أو مقر إقامة نتانياهو ربما كانت هدية لنتانياهو للأسف لأنه نرى بأنه كان يريد هذا الحجة حتى يسمح له أو يرى بأن هناك حق شرعي له بالانقضاط حتى على النظام الإيراني لذلك رأينا ذهبت إيران مسرعة بالتنصل من هذه العملية ووضعتها في ظهر حزب الله وبالتالي هذا يظهر لنا بأن هناك نية مبيتة لدى الإسرائيلي بأن هذه العملية سوف تكون هدية لنتانياهو حتى ربما يذهب أبعد من فقط ضرب حزب الله وبالطبع رأينا العمليات المكسفة والتصعيد التدريجي والنوعي في العمليات حتى يذهب ربما إلى عملية كبرى وهي ضرب إيران الذي أيضا تحدثتم عنها وفق التسريبات طيب هذا الانتظار كان هناك الآن أصبح هناك ردين على إيران يعني الرد الأول السابق المنتظر حتى الآن هناك تساؤلات عن أسباب عدم الرد الإسرائيلي لهذا الوقت والآن هناك أيضا رد إيراني بسبب الاتهام لإغتيال منزل محاولة اغتيال نيتانياهو واستهداف منزله وكان اتهامات إسرائيل لإيران أسباب تأخر الرد وهل هناك فعلا رد حقيقي من قبل إسرائيل على إيران أم هي أيضا للاستهلاك الإعلامي هذه التصريحات أظن أن نيتانياهو قد أخذ قراره ونتانياهو يحاول أن يفرض بالعسكر أمر واقع جديد في المنطقة وهو التحدث عنه وهو لا يقفي وبالتالي ربما هذا التأخر وأيضا عملية تسريب المعطيات عبر وزارة الدفاع الأمريكية هي لمحاولة لكبح جماحي أو جنوحي ضربة بالطبع سوف تأتي إلى إسرائيل ولكن الإدارة الأمريكية تحاول أن لا تكون رداتها قوية جدا وتؤثر على ما قامت به طوال هذه الأشهر الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطية وأن لا ينعكس بالطبع على الانتخابات الرئاسية لذلك كنا دائما نقول بأن نيتانياهو يلعب في هذه الفترة الزمنية الذهبية وهي فترة السماح له هو الذي يحاول أن يحقق تغيير قواعد استراتيجية في المنطقة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالطبع الأمريكي يحاول أن يعرقل بعض الشيء لكي لا تؤثر كثيرا على الانتخابات الديمقراطيين الإدارة الحالية ولكن بالطبع الجهتين كان الإدارة الديمقراطية الحالية أو المرشح الجمهوري هما يحاولان استمالة نيتانياهو ومن مرعه بالطبع اليوبيا الصهيوني نعم مكتب نيتانياهو يقول تعقيبا على ذلك مكتب نيتانياهو يقول بأنه نستمع إلى واشنطن لكن في النهاية نقرر ما تقتضيه الحاجة صحيح بالطبع هذا ما قلت بوي نيتانياهو كما يعرف قدره فيتدلل اليوم نعم فهو يعلم بأن الإدارتين أو الطرفين اللي يتنفسان على الرئاسة هم لا يستطيعون أن يرفضوا له طلب وبالتالي تستمر المساعدات العسكرية ولكن بالطبع الإدارة الديمقراطية اليوم تحاول أن تلعب ربما من تحت الطاولة كما ذكرنا بهذه التسريبات أن تعرقل ربما وتكبح يموح نيتانياهو باتجاه ضربة قوية إلى إيران تعرقل مشاريعها وربما تؤثر على الانتخابات الرئاسية فتخسر كاميلة هارس وبالتالي يندثر كل المشروع الديمقراطي بالاتفاق النووي مع الإيراني وهذا ما ربما يبتغيه ترامب ونتانياهو لذلك هذه مسألة حساسة الكل يلعب بأوراق المعركة الرئاسية الأمريكية طيب سأنتقل إليك ضيفي أيضا للتطرق إلى بما أننا نتحدث عن سيد هشام هذا الموضوع الأمريكي والشأن الأمريكي هناك أيضا بحسب مسار الجهود الدبلوماسية زيارة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكنس يصل إلى المنطقة لبحث الأمور إنهاء وقف إطلاق النار الأسبوع القادم إلى أي مدى تعتقد أنه مسار التفاوض سيفضي إلى نتائج إيجابية نعم سيد هشام تسمعوني يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفي وأعود إليك سيد أمين وأنقل لك ذات النقطة في مسار وجهود التفاوض التي نشهدها الآن لوقف إطلاق النار إلى أي مدى برأيك ستفضي إلى نتائج إيجابية خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنس سيدتي ربما بالعودة إلى تاريخ هذه المعركة ربما إذا سعفتني الذاكرة ربما أكثر من 13 مرة قد أتى بلينكنس إلى المنطقة بمحاولات لوقف إطلاق النار وبالتالي كما تفضلت سابقا وقلت نتنياهو رفض كل المبادرات وهو يقوم بما تملي عليه مصلحته الذاتية وربما مصلحة إسرائيل وبالتالي لا أظن أن هذه أيضا الزيارة سوف تقدم أي شيء جديد علما هنا أن أصبح واضحا وهذا ليس سرا أن الإدارة الأمريكية الآن هي منشغلة تماما بالشأن الانتخابي وليس هناك أي أحد يستطيع ربما أن يقدم أي شيء للمنطقة حاليا وهذا ليس أمرا طارئا بل هو معروف لأن أيضا كل الأمور اليوم هي منشغلة الإدارة الأمريكية بشؤون الانتخابات وبالتالي ربما تأتي زيارة بلينكين هذه أيضا هي فقط لوضعها كتسجيل نقاط إضافية في مسرح الانتخابات وإضافة ربما يعتقدها تكون جيدة للمرشحة الديمقراطية كاميلا هارس لدائما وضع جمهور العربي والمسلم تحديدا في أمريكا بأن هذه الإدارة تسعى حتى اللحظة الأخيرة لوقف الحرب ولكن بالنتائج هذه الزيارة ستكون كأسابقاتها لا تقدم ولا تأخر لأنه ليس بيده أي أدوات يستطيع أن يكون بأي شيء فعليا طيب أعود إليك يبدو أن ضيفي سيد هشام تسمعوني الآن؟ نعم سيد هشام تسمعوني؟ كنا نتحدث عن موضوع التحقيقات التي فتحت وأيضا هناك تصريحات من وزير الخارجية الإيرانية تحدث عن أن أي هجوم على بلاده سيعتبر تخطيطا للخطوط الحمراء إلى أي مدى يعني كان هناك تهديدات إسرائيلية لإيران سابقة والآن هناك أيضا تهديدات إسرائيلية على مسألة استهداف منزل نتنياهو وبالمقابل إيران تحذر من أي المساس بأي ما يتعلق بالخطوط الحمراء لدى طهران هل تتوقع فعلا أن يكون هناك رد إسرائيلي؟ لأنه في السابق كان حديث رد مرتقب، رد سريع، رد نوعي ولم نشهد أي شيء من ذلك تفضل نعم سيد هشام يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بهشام دبس وأعود إليك سيد أمين أنقل لك ذات النقطة تفضل سيد أمين تسمعني؟ سيدتي أنا مع الرأي القائل بأن نتنياهو كما قلت يحاول أن يفرض أمر واقع جديد بالعسكر ولسيما أنه يرفض أن تبقى إسرائيل تحت ضمانة اتفاق إيراني أمريكي لكي تعيش بسلام وتحت رحمة الإيراني لذلك أظن بأن نتنياهو مستمر في عملياته وهو يستفيد من هذه اللحظة الراهنة الذهبية كما قلت قبل الانتخابات الرئاسية وأيضا إذا ما استطاع أن يصل حليفه ترامب وبالتالي يستطيع كما هو يعتقد أن يغير حتى في النظام الإيراني ولكي يبقى لا تبقى إيران وأمريكا أو أي اتفاق بينهم هم الضمانة لبقاء إسرائيل بل تبقى نظرية القوة إسرائيل هي الضمانة لبقائها وهذا ما يعطيه كل هذه الهالة التي نراها اليوم بأنه يصور بطل قومي اليوم في إسرائيل أي بونغوريون الجديد بعد كل هذه الانتصارات التي حققها فبالطبع هو لا يستطيع أن يتوقف لا بل هو كما يعني يركب العجل اليوم إذا توقف سوف يقع فهو مستمر حتى يعني وبالتالي هل نحن دخلنا في مرحلة جديدة من الحرب الشاملة على المنطقة؟ أظن بأنه يستفيد من هذا الوقت نعم لمحاولة تغيير القواعد الموجودة كما قلت هو يراهن أنه يحاول أن يصنع أمر واقع جديد بالعسكر بعد الضربة المحتمة للسوفة تأتي على إيران بانتظار نتائج الانتخابات إذا ما أتى ترامب سوف يكون هناك تعامل جديد وأستراتيجية جديدة بالطبع مع إيران وبالتالي ربما يستكمل هذه الضغطات إن كان بالعسكر وإن كان بالعقوبات وبذلك يستطيع أن يضمن أمن إسرائيل بذاتية الكيان وقوته كما في السابق لأن تصبح كما يقول أن شوكتها انكسرت وبالتالي هو دائما يمضطر أن يلحق اتفاقيات أمريكا مع إيران أو غيرها لكي يضمن سلامة الكيان نعم ابقى معنا سيد أمين بشير وسأعود إليك لنذهب إلى مايا هاشم ورسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من بيروت لترصد لنا أبرز التطورات التطورات الميدانية والتطورات المتعلقة بتصريحات رسمية إن كان هناك أي جديد تفضلي مايا شكرا لك ديما منذ قليل قتل ثلاث عسكريين في استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة عسكرية بين عين إبل وحامين في الجنوب اللبناني وأعلن الجيش اللبناني عن مقتل ثلاث عسكريين في صفوفه عادت الغارات وبكثافة أيضا إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متعددة على البسوري وعلى كفر حمام وعلى معرك وعلى بلدة الخيام أيضا في الجنوب وطبعا عادت أيضا الضحية الجنوبية لبيروت إلى الواجهة من جديد بعد قصف منذ يومين وقصف أيضا اليوم صباح في ساعات الصباح الأولى شن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على الضحية الجنوبية لبيروت مستهدفا بغارتين حارة تحريك وكذلك منطقة الحدث وأيضا عند الظهيرة شن غارات متتالية على الضحية الجنوبية لبيروت وتوافل عمق اللبناني أيضا وكان أيضا ألقى جيش الاحتلال يعني قصفا قذائب فسفورية على بلدة كفر شوبا في الجنوب اللبناني ولا تزال عملية الاشتباكات بين جيش الاحتلال وعناصر هزب الله جارية وخاصة عند محور ضهيرة محاولا جيش الاحتلال التوغل والتسلل نحو بلدة ضهيرة في ساعات الصباح الأولى وكان تزامنا مع ذلك أيضا قصفا فسفوريا عفوا قصفا مدفعيا من قبل جيش الاحتلال على بلدة ضهيرة في الجنوب وقال أيضا الجيش الإسرائيلي حزب الله أطلق على إسرائيل نحو 160 قضيفة اليوم فيما يتعلق بالوفود الدبلوماسية معلوماتنا تشير أن آمس هاركوشتاين المبعوث الأمريكي قادم غدا إلى بيروت للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري تشير أيضا المعلومات إلى أن هاركوشتاين سيتحدث في تعديل للقرار الأممي 1701 الذي تم التوصل إليه عقب حرب تموز لأن بنود هذا القرار على ما يبدو أنها لا تتوافق ولا تتلاءم مع الرؤية الأمريكية الإسرائيلية على الرغم من أن الرئيس بري قال في مقابلة تلفزيونية محلية منذ يومين أن القرار 19-15-59 هو أصبح خارج الحديث عنه لأنه يتحدث عن حقبة الوجود السوري في لبنان جيش النظام السوري ولكن المعلومات تشير إلى أن فيما لو لم يكن الحديث عن القرار 15-59 فهناك تعديل حتمي لقرار 17-01 سنرى كيف سيتلقف حزب الله هذا القرار والتعديل على هذا القرار كذلك الحكومة اللبنانية التي تضغط جاهدة باتجاه وقف إطلاق النار وكان هناك أيضا مواقف أطلقها الرئيس ميقاتي بهذا الشأن تتلاءم مع متطلبات الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي حول تطبيق 17-01 وانتخاب رئيس للجمهورية وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتفعيل أيضا دور اليونفل أيضا فيما يتعلق باستهدافات اليونفل ديما هناك المعلومات تشير إلى أن اليوم كانت اليونفل القوات اليونفل العاملة في بلدة معركة في الجنوب وجدت صعوبات جمع في الوصول إلى باقي الضيعة القرية حيث الدوريات تسير في اليونفل وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي يستهدف البلدات والقرى الجنوبية حتى أيضا في ميس الجبل تقول قوات اليونفل أنها لا تستطيع تحصيل المواد الغذائية في بعض الأحيان والمياه أيضا بسبب الدمار الذي حل في البلدة بعد القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان طيب مايا فيما يتعلق بالوضع الإنساني والمعنويات لدى الأهالي والسكان بعد التهديدات التي شهدناها من قبل إسرائيل بعد الاستهداف الأخير لمنزل لندنياهو والضربات المتتالية من قبل الحزب كيف هي المعنويات؟ كيف هي الحالة بشكل عام الإنسانية؟ نعم قبل الحديث عن المعنويات دي ما اسمحي لي أيضا إلى أن أشير يعني العديد من المحللين السياسيين وساسا في لبنان يرتبطون يربطون عادة الغارات عودة الغارات الإسرائيلية إلى الضحية الجنوبية لبيروت بعد أن أطلق حزب الله المسيرة باتجاه منزل نتنياهو في كيساريا وبالتالي عادت الغارات بكثافة على الضحية الجنوبية لبيروت كسابق عهدها على الرغم من أن الرئيس ميقاتي كان قد طمأن نوعا ما اللبنانيين بأن حصل على تطمينات بعدم استهداف الضحية الجنوبية لبيروت وبيروت مجددا إلا أن بعد هذه المسيرة كان هناك استهداف للضحية الجنوبية مجددا المعنويات فيما يتعلق حول السؤال الذي تسألتين إياه ديما يعني الوضع صعب جدا تقول الأمم المتحدة وتصفه الوضع في لبنان بأنه كارثي جدا يعني على صعيد النازحين البعض منهم يبيت في العراء لعدم قدرته على استئجار منزل بسبب أن أسعار المنازل وإجارات المنازل اردفعت بشكل كبير جدا كذلك فيما يتعلق في دعيني أيضا أشير إلى الحالة النفسية يعني تتكلمتي ديما وسألتي عن المعنويات يعني اللبنانيون ينتظرون بفارغ الصبر خبر وقف إطلاق النار حتى منهم ليس متضررين بشكل مباشر من هذه الحرب التي تشنها آلة القتل الإسرائيلية على لبنان هناك حالة دعيني أقول من يعني اللبنانيون ينتظرون بصيص أمل لوقف إطلاق النار لإعادة لعودة النازحين إلى بلداتهم على الرغم من أنها مدمرة ولكن الحرب موجعة جدا طبعا لجميع اللبنانيين وبالتالي وبشكل خاص النازحين الذين تركوا مناطقهم ونزحوا من منطقة إلى أخرى البعض منهم في وضع صعب جدا البعض يعني حتى المساعدات التي تصلهم هي شحيحة مقارنة بالحجم الكبير والنكسة التي أصابت النازحين نتحدث عن ما يقارب مليون ونصف نازح من جميع المناطق اللبنانية وبالتالي حتى ما تقوم بها الكبير اللبنانية هي تقوم بوسعها للقيام به ولكن حتى على الرغم من ذلك هذه التقديمات هي شحيحة جدا وهي قليلة مقارنة بحجم الكارثة التي حلت بالنازحين خصوصا وباللبنانيين عموما شكرا جزيلا مايا هاشم ورأسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من بيروت وأعود إلى ضيفي شام دبسي مجددا وأمين بشير سيدي شام تسمعوني الآن إذن حتى الآن هناك جهود الحثيثة وزيارات ما تزال مستمرة في سياق الجهود التفاوضية والوصول إلى حلول والحديث حتى الآن مستمر عن تطبيق القرار 17-01 إلى أي مدى هناك فعلا فرصة لتطبيقه نعم سيد هشام تسمعوني في الواقع يعني منذ أن أعلنوا نعم أسمعك سيدتي وآسف لمشكلة النت الدائمة وليهمك أهلا وسهلا الأوقات لكن بالنسبة لسؤالك بالنسبة لسؤالك يعني حول تطبيق القرار 17-01 الحقيقة في مشكلتين استضموا مع بعض صدام حاد الأولى موقف الحكومة اللبنانية التي أنتجت درجة من التفاهم مع حزب الله ومع زعماء آخرين في البلد لتطبيق القرار 17-01 بموجباته والموقف يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع الأسف مع ضيفي هشام ديبسي وفقدنا الاتصال به أعود إلى ضيفي أمين بشير لقراءتك القانونية إلى أي مدى هناك مجال أو فرصة ربما لتطبيق هذا القرار 17-01 في ظل هذه الجهود الحثيثة المذولة فيما يتعلق بالوصول إلى توافقات أو صفقات سيدتي من المستغرب لنما كان كما قد بدأ ديفك بأن الحكومة اللبنانية أصبحت اليوم تطالب 1701 وهو معلوم بأن الحكومة اللبنانية لما كان هناك ضوء أخضر من حزب الله لما كانت تجرأت وطالبت به لأنه معلوم أن قرارها مسلوب من حزب الله وبالتالي هنا أريد أن أعيدك إلى فكرة القرار 17-01 أو تأسيسه وهو تاريخ حرب 2006 حرب تموز 2006 التي في حينها أيضا دمرت الضاحية ودمرت جنوب اللبناني وبخلاف ما يشاع بالذات من قبل حزب الله وأنصاري حزب الله هو الذي سعى لاستصدار هذا القرار ولكن في حينها كان هناك حكومة لبنانية فاعلة وهي كانت برئاسة رئيس سانيورا وكان هناك وزير خارجي أيضا فاعل قد جال في دول القرار العالمية لكي يستذر أو يأتي بهذا القرار الذي قبل به فورا حزب الله وكان وزيره الممثل في الحكومة أيضا موجود وهو الذي وقع على هذا القرار فعندما أتينا فيما بعد قام بتخوين هذه الحكومة وقال بأنه كان يرفض القرار 1701 وما زال يرفضه حتى ربما هذه الأيام القليلة السابقة التي نتحدث عن أن الحكومة اليوم تطالب به ولكن بعد أن مني حزب الله بخسائر كبيرة جدا ولسيما توجد باختيال أمينه العام وبالتالي كان رد نتانياهو بأن 1701 أصبح وراءنا وهو بالطبع كما قلت هناك واقع عسكري جديد يفرضه نتانياهو وبالطبع الأمريكي اليوم وأيضا هنا أتحدث عن معلومات بأن 1701 لم يعد جائزا ولم يعد أيضا موضوع على الطاولة هنا اليوم نتحدث عن قرار جديد هو أكثر من 1701 ولكن ربما أقل من 1559 ماذا يعني هذا؟ يعني أن ربما لن نذهب إلى 1550 وهو تجريب كامل الميليشيات اللبنانية ومن ضمنها حزب الله من السلاح كما يقر هذا القرار وهنا يعني بين مزدواجين ليس كما يتحدث الرئيس بري بأن هذا القرار أصبح وراءنا وكأنه فقط كان منوطا بالجيش السوري الموجود في لبنان هذا قرار دولي وهناك يعني مراجعة دورية لهذا القرار تقوم بها لهم المتحدة وبالتالي هذا القرار ما زال سائر حتى اليوم وهو بالطبع يجب تنفيذه ولكن الخطور أو السرعة القصوى اليوم هي لقرار يوقف إطلاق النار فكما قلت هذا القرار الجديد سوف يكون أكثر من 1701 ولكن أقل من 1550 لماذا أكثر من 1701؟ لأن حزب الله كل هذه الفترة من عام 2006 حتى يعني بدء حرب 8 أكتوبر التي ابتدأها أصلا حزب الله كان هذا القرار هو المظلة لحماية أهل الجنوب وكان ربما الفترة الأكثر استقرارا التي عاشها أهل الجنوب وأيضا أكثر ازدهارا لأن هذا القرار يكلف سنويا ما يفوق من 100 مليون دولار تدفع من الأمم المتحدة بالطبع من دول أمريكا وحوالي 40% وباقة الدولة وبالتالي هذا القرار كان مهم جدا للبنان جاء حزب الله ليضرب به بعرض الحائط ويقول بأنه يرفضه اليوم بالطبع هو اليوم ينادي به ولكن نعلم بأنه لن يستطيع أن يصل إليه لأنه أيضا كان هناك ربما استهتار بالتعاطي بهذا القرار وتساهل حتى من الأمم المتحدة ونتذكر كثير من الحوادث حصلت مع قوات اليونفل عندما كانوا يراقبون وهذه واجباتهم من ضمن القرار وأن يقوموا بالدوريات كان يجب أن يقوموا بالدوريات إلى جانب الجيش اللبناني وبالطبع هذا ما يستدبع إذنا من حزب الله والمناطق التي يدخلونها وحصل أكثر من حادثة وتم قتل جنود من اليونفل الإيرلندي وغيره وبالتالي نتذكر هذه القصص ولهذا كان هناك استسهالا كثيرا وربما كما نقول شوفت حال من حزب الله على قوات اليونفل والدولة اللبنانية بهذا القرار فنتحدث اليوم عن قرار أكثر من ألف سبعمل واحد أي أن اليونفل سوف يكون لديه الصلاحيات المطلقة فعليا بحصر السلاح جنوب الليطاني فقط لدى الجيش اللبناني وبأنه سوف يكون لديه اليد الطولة في تنفيذ هذا القرار ولن يكون مشروطا عليه أن يكون بالدوريات يعني برفقة الجيش اللبناني والجيش اللبناني يعطي إنذارا إلى حزب الله وكل هذه المهاترات التي تحصل وتحدث الكثيرون حتى من جنرالات يعني كانوا موجودين وأهل منطقة يعني يعرفون كيف كان التغطية على عملية نقل السلاح وبذلك حزب الله استمر في خرق هذا القرار تحت مظلة أن هناك شرعية دولية موجودة ولكن استمرت عملية نقل السلاح وتخزينه لذلك هذا القرار إذا ما سوف يصدر اليوم سوف يكون شديدا اللهجة وشديد أيضا التطبيق من قبل اليونيفر في ظل بما أننا نتحدث عن الجهود المفاوضات ما الأوراق؟ هل هناك برأيك شيء يحضر له أوراق تحضر دبلوماسية تحضر الآن في ظل هذا التصعيد الحاصل والتهديدات من قبل الطرفين من قبل الحزب ومن قبل إسرائيل وهذا التصعيد الذي نشهده بالأوين الأخيرة يعني المرحلة القادمة هل وارد فعلا أن نشهد ربما إعادة حسابات أو الجلوس على طاولة المفاوضات؟ يعني هنا سيدتي يجب أن نرى كل طرف ماذا يقوم به يعني الأمريكي بالطبع هو يحاول أن يلعب دوره الدبلوماسي كما قلت ولسيما الإدارة الحالية وأن يستزر هذا القرار وهذا ما يقومون به في الأروكة حاليا في الأمم المتحدة ولكن لنرى ماذا يريد نتنياهو؟ بالطبع نتنياهو لا يريد هذا القرار وأن ربما هم الأمريكيون يتحدثون عن شروط صعبة ولكن نتنياهو يعني يفرض شروطا صعبة حتى لا يقبل بها حزب الله وأيضا حزب الله هو في وضع ليس بالجيد هو في وضع الكماشة كما نقول في العمل السياسي هو لا يستطيع أن يعود إلى الوراء فيخسر مبادئه لكن هل كان بإمكاني تجديب لبنان من مخاطر مقبلة؟ بالطبع هو كان يستطيع لو كان يعلم أو لو كان يعلم بأن قدرات الجيش الإسرائيلي والتفوق التكنولوجي ربما كان يعتقد أنه منذ عام 2006 حتى يومنا هذا لم يكن يتوقع هذا التفوق التكنولوجي ولم يكن يتوقع هذا الخرق الأمني هو كان يعتقد بأنه بتكديس السواريخ وصنع المسيرات يستطيع أن ينقض على إسرائيل وأن يزعجها ويؤلمها كما يتحدثون ولكن بالمقابل لم يزن فعلا بميزانه القدرة التي وصلت عليها إسرائيل وربما من شر أعماله الذي وقع بها دخوله إلى سوريا كان جمع كل هذه الداتا المعلومات الكبرى جدا عن كل مناصره وكل يعني حتى أنصاره الذين عملوا في سوريا وشاركوا في حرب سوريا فنرى هذه الاستهدافات اليوم بشكل نوعي جدا يعني أشخاص نحن حتى في لبنان لا نعرف منهم يقوم الإسرائيلي بمعرفتهم وملاحقتهم واستهدافهم وبالتالي نرى بأن حزب الله بالطبع هو لا يريد هو ما زال يكابر ولكن يجب أن يعترف أن هناك تفوق تكنولوجي كبير جدا وهناك خرق أمني له كبير جدا لجميع قياداته وعناصره وهم يطاردونهم حتى في كل المناطق اللبنانية وهذا ما أيضا يشكل خالة هلع وخوف لدى جميع اللبنانيين وبالتالي إلى أي مدى برأيك يمتلك الحزب حتى الآن الإمكانيات القدرات القوة أيضا للتصدي لهذه التهديدات سيدتي لا شيء لدى حزب الله ليخسره كما نرى هؤلاء ربما خسروا أمينهم العام وهم يقولون بأنهم مستعدون أن يخسروا أكثر للأسف هؤلاء عطلت لديهم لغة العقل هم ذاهبون إلى الانتحار وينتحرون جميع الشعب اللبناني معهم لديهم هذه الكمية من السواريخ التي أيضا ربما من المعلومات التي عرفناها وصلتنا منذ الاتفاق السعودي الإيراني لم تعد إيران ضمن الشروط الاتفاق أن إيران لم تعد تعطيهم ما أيضا يستطيعون أن يحموا به هذه السواريخ ولا حتى الصيانة وبالتالي لديهم ما لديهم سوف يكملون في هذه الطريق حتى انتهائها نرىهم بأنهم يصدرون الصواريخ يوميا ليس لديهم أكثر من هذا يفعلونه الضربات الإسرائيلية متتالية على جميع القيادات والطولة حكم حتى في أقصى شمال لبنان وبالتالي هذه الحرب مستمرة كما قلت حزب الله في وضع الكماشة لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام ولا يستطيع أن يعود إلى الوراء هذه عقيدته لا يستطيع أن يتخلى عنها ولكن للأسف الشعب اللبناني بمجملي هو يدفع أثمان هذه الحرب شكرا جزيلا لك ضيفي أمين بشير المحامي والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت وأيضا الشكر لضيفي الذي فقدنا الاتصال به معه من بيروت مدير مركز تطوير للدراسات هشام دبسي شكرا جزيلا لكم نشر الجيش الإسرائيلي لقطات لما قال إنها تدمير بنية تحتية تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان بينها مركز قيادة لقوة رضوان كما أظهرت المقاطع جنودا إسرائيليين أثناء المعارك الدائرة جنوب لبنان تحنون ميدان كن قد قد تحنون لفיצوط 4 2 1 فיצوط تحنون محدود 3 2 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة